عدن كانت ولا تزال محط أنظار العديد من الدول الطامعة في إرساء قواعدها على البحر الأحمر والخليج العربي قصد السيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية في تلك المنطقة فتوالت على عدن العديد من الدول كان من أهمها بريطانيا كانت البداية حين ادعت بريطانيا نحب سكان عدن السفينة الهندية دارية دولة التي كانت ترفع العلم البريطاني واتخذت من ذلك ذريعة تمكنها من السيطرة على ميناء عدن وفي التاسع عشر من يناير عام 2839 احتلت بريطانيا مدينة عدن فرضت سيطرتها العسكرية على مينائها الاستراتيجي بعد معارك عدة غير متكافئة بين أسطول الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وبين إمكانيات المقاومين اليمنيين الذين كانوا يمتلكون أسلحة بدائية وعددا من المدافع التقليدية الرابضة فوق قلعة الصيرة المطلة على ميناء عدن القديم النظام ظل لفترة سنوات حذية يعني سنتين وذلك كان النظام ونحن فضلنا أن نمشي على القوانين حتى نوجد القوانين حقنا التي تتبك مع الاستقلال وتتبك مع السيادة الوطنية لكن ظل العمل بقانون أن تسرأت قوانين المحاكمة والأشياء باستثناء طبعا الإسلامية والدول والأشياء عيرناها على أساس أنه التزام حتى نوجد الدستور ونوجد النظام الذي يحكم البلاد وصارت الإدارة وصار القيم وصار الإنسان لفترة ثم أبتدت الهوقى والموقى بالرغم من أن بريطانيا أطلقت على تواجدها في الجنوب لفظ المستعمر فقد كان لهذا المصطلح دلالة حية على أرض الواقع فقد أنشأت العديد من المرافق والأحياء ولكن النفوس التواقة للحرية لم تستكل الاستعمار كأمر واقع فبدأ النظال من أجل الحرية والاستقلال وانطلقت شرارة الأولى للثورة من جبال رتفان الأبية في الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 ليشهد الجنوب كفاحا معبرا عن رفض المستعمر بكافة أشكاله وشهدت مدينة عدن أنذاك مخاضا وإرهاصات وطنية في مختلف المجالات يذكر التاريخ الرابع عشر من أكتوبر كأحد الأعياد الوطنية التي سطرت بدم أبطاله الشهداء ليقول صارخا في وجه المعتدي إننا أحرار إننا أحرار حنين جمال بالقيس عدم